ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله بعض العلماء قال آيات الله هنا المقصود بها الآيات الوحي سواء كانت في التوراة أو في الإنجيل أو في القرآن لأن اليهود والنصارى نزل عليهم في كتبهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هو خاتم الأنبياء وقد عرف اليهود صفتهم وتحققوا منها تماما كما جاءت في كتبهم لكنهم حسدوا يعرفونه يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم فهم كفروا بآيات الله المتلوة قال بعض العلماء المقصود بالآيات الآيات المنظورة أو الآيات العبر التي يرونها يعني الله سبحانه وتعالى مثلا أنزل عليهم آيات ومعجزات وأشياء خارقة للعادة وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أخبرهم بما في كتبهم يعني أخبرهم بصورة أدق مما يذكرونه يعني مثلا عبد الله بن السلام رضي الله عنه كان عالما من علماء اليهود ثم أسلم وكان من فضلاء الصحابة وبشر بالجنة في تلك الرؤية التي رآها كما جاء في صحيح مسلم لكن عندما تحدث عن ساعة الجمعة وقال هي ساعة في يوم الجمعة آخر ساعة من يوم الجمعة نسي ما جاء في التوراة ساعة أو بعض ساعة فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بما في كتبها قال له أو بعض ساعة قال له صدقت والله هي كذلك يعني في كتبهم كذلك فهذه آية كنهم جحدوها عبد الله بن السلام هداه الله يعني للإسلام لكن الآخرين كذبوها وجحدوا بها ويحتمل أن يرادا للإثنان والقاعدة أن كل معنى تحتمله الآية ولم يأتي ما يعارضه فالأصل أن تحمل الآية على عمومها وقد ذكرنا أن هذا كثيرا ما يتبعه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عندما يرى أن الآية بعمومها تشمل هذا القول وتشمله هذا القول وليس هناك إشكال في حملها على العموم أو شيء آخر يعارضه أو يخصصها فإنه في الغالب يعني يحملها على كلا المعنين أو على كل هذه المعاني